كما التقى وزير الخارجية سامح شكري في جوناف بالمفاوض السامي لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي حيث استعرض شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوقهم وكرماتهم الإنسانية وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين وتقديم الخدمات الأساسية لهم وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفاوضية في دوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها القاهرة في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى تسعة ملايين مهاجر ولاجئ خاصة في دوء تدعية الأزمة الراهنة في السودان فضلا عن ضرورة أن تحشد المنظمة المواردة لدعم الجهود الوطنية في تقديم سبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفرين من النزاع في السودان